كشفت وسائل إعلام أردنية رسمية اليوم الجمعة السادس والعشرون مارس الفين واحد وعشرون عن سبب وفاة لاعب كرة القدم الأردني راتب العوايضات في أحد مشافي عمان صباح اليوم وقال تلفزيون رؤية أن لاعب المنتخب الوطني راتب العوايضات توفي اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز خمسون عاما حيث ابتعد عن تدريب نادي الفيصالي في نوفمبر الماضي لأسباب صحية ونفت مصادر عائلية مقربة حول وفاة لاعب المنتخب الوطني الأردني بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤكدة أن وفاته بمرض السرطان بعد اكتشاف إصابته منذ عدة أشهر وكتب اللاعب خالد خدرة عبر موقع تويتر أعلن اليوم الجمع عن وفاة نجم الكرة الأردنية السابق والمدير الفني الأسبق لنادي الفيصالي الكابتن راتب العوايضات بعد الصراع الطويل مع المرض رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون ونشر حساب موقع تويتر وفاة لاعبنا السابق والمدرب الوطني راتب العوايضات بعد صراع مع المرض داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصدقين والصالح وأن يلهم زويه الصبر والسلوان وخيم الحزن على مواقع التواصل لعقب الإعلان عن وفاة لاعب المنتخب الأردني الوطني راتب العوايضات صباح اليوم حيث يذكر أن اللاعب رفض العلاق في إسرائيل لعقب السماح بتحويله من قبل الجهات المتخصصة في الأردن راتب العوايضات هو لاعب كرة قدم أردني معتزل يعتبر أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية مثل النادي الفيصالي لأكثر من عشرة أعوام والمنتخب الأردني في أكثر من مناسبة ولعب للمنتخب 34 مباراة دولية كان أخرها بطولة أمم آسيا بالصين عام 2004 اعتزل اللاعب يوم الاثنين تاريخ 28 يناير 2008 في المباراة التي جمعت الأردن ولبنان التي فاز فيها المنتخب الأردني بأربعة أهداف مقابل واحد كان مدربا لفريق الفيصالي والشيخ حسين وعمل مساعدا في أكثر من جهاز فني للفيصالي كما أشرف على تدريب الفيصالي في إياب موسم 2011 و2012 وقاضوا للفوز ببطولة الدوري وكأس الأردن الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه رجع